طيب نروح لزيارة المنتظرة منتظرين يعني نهاية هذا الأسبوع بأن يشرف مصر بابا الفاتيكان البابا فرانسيس خلينا نقول بأنه هذه الزيارة بيتم التحضير لها منذ فترة وموجود كمان على صفحتهم الرسمية للفاتيكان هناك صفحة خصيصة لهذه الزيارة زيارة البابا فرانسيس لمصر خلينا نقول بأنه اليوم يعني وجه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان رسالة للشعب المصري كانت رسالة مصورة بثت النهاردة قال فيها بأنه سيأتي إلى القاهرة هذا الأسبوع قصديق ورسول سلام أضاف البابا بأنه بيعمل في أن يحل السلام على شعب مصر العزيز وأنه سيأتي لمصر بقلب ممتن ومبتهج يا شعب مصر الحبيب السلام عليكم بقلب فرح وشاكر سأزور بعد أيام قلاء الوطنكم العزيز مهد الحضارة وهبة النيل وأرض الشمس والضيافة حيث عاش الأباء البطاركة والأنبياء وحيث الله الرؤوف الرحيم والقدير والواحد أسمع صوته إني لسعيد حقا أن آتي كصديق وكمرسلي سلام وكحاج إلى الأرض التي قدمت منذ أكثر من ألفي عام ملجأا وضيافة للعائلة المقدسة التي هربت من تهديدات الملك رودوس يشرفني أن أزور الأرض التي زارتها العائلة المقدسة أحييكم بمودة وأشكركم على دعوتكم لي لزيارة مصر والتي تسمونها أم الدنيا أشكر جزير الشكر فخامة رئيس الجمهورية وقداسة البابا البطريارك توادرس الثاني والإمام الأكبر للأزهر وبطريارك الأقباط الكاسوليك شكرا لكل واحد منكم على دعوتكم لي كما أشكر كل واحد منكم أنتم الذين ستفتحون قلوبكم لاستقبالي أشكر كذلك جميع الأشخاص الذين عملوا ويعملون من أجل تحقيق هذه الزيارة هذه كانت كلمة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان منتظرين في نهاية هذا الأسبوع طبعا في تحضيرات كثيرة عدد كبير أيضا من الزيارات هيقوم بها داخل مصر أكيد هيكون طبعا هيزور قداسة البابا توادرس والكنيسة القبطية المصرية أيضا سيزور ومؤكد أيضا يعني شيخ الأزهر والأزهر الشريف كمان هيكون في قداس وهيجمع العديد من الشباب الكاتوليك المصرهين الموجودين في مصر ليحضروا ما يسمى بالحج السنوي في وجود قداسة أيضا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اشتركوا في القناة